اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مجموعة من الاشخاص الموجودين في المكتب التنفيذي دعوا مباشرة الى نعقاد جمعية عمومية يوم الجمعة القادمة بدون علم رئيس الاتحاد الافريكي الكرة القدم والقانون واللوايح بتقول رئيس الاتحاد الافريكي الكرة القدم هو الوحيد اللي من حقه يدعو الى جمعية عمومية او يعني 75% من اعضاء المكتب التنفيذي اجتماع المغرب ده اللي دعا اليه 75% من اعضاء المكتب التنفيذي خلينا نشوف الامور في الكافة يحصل فيها ايه هل رئيس الكاف هيحضر نهاية طولة الامم الافريكية تحت 23 سنة وهو لم يحضر الافتتاح هل هيحضر اجتماع المكتب التنفيذي المقرر يوم الجمعة ولا هيكتفي فقط بالحضور في ابيتجان القرية الافريكية او الاتحاد الافريكي تحديدا مازالت المشاكل بدأت تظهر على الشاشة والمشاكل مستمرة وعاوز اقول لكم كمان ان باتل اسموتسيبي بنسبة كبيرة فطرته الانتخابية دي هتنتهي وهيكون جوستن سينجور رئيس الاتحاد الافريكي القدم خصوصا ان فيه كتلة من داخل المكتب التنفيذي بتقده يكون رئيس لكاف الفترة القادمة نتكلم بقى عن الفرق الافريكية اللي بتلعب البطولات القرية او حتى البطولات العربية فرقة الهلال السوداني كان عندها مواجهة مهمة جدا امام فريق الصفاكسي التنسي وقدرت انهاية تغلب فريق الصفاكسي التنسي في البطولة العربية بهدف فرقة الهلال السوداني اللي امامنا على الشاشة بضاربهم فلورا بيانجي بيمروا بظروف صعبة جدا كلنا عارفين المشاكل اللي حصلت في السودان والفرقة فيها عدد كبير جدا من الاجانب لعيبة سفرت بلادها لعيبة جات مصر لعيبة سفرت اوروبا لعيبة كانت متواجدة في المغرب فلورا خده وقت كبير جدا عشان يقدر يلم الفريق مرة اخرى وكمان في مشاكل وجهته ان فيه تلات لعيبة محترفة داخل فريق الهلال السوداني اللي هما فابرس نجومة وابراهيم جور ولمين جارجو التلاتة لعيبة اجنبية ومعهم عقود مع الفريق فسخوا العقود عن طريق الفيفا وقالوا ان السودان فيها بعض المشاكل وان هما مش عارفين يعني يتواجدوا مع فريق الهلال السوداني او حتى مش بيحصلوا على مستحقتهم وبالفعل بدأ كل اللاعب يشوف نادي اللاعب الاول اللي شاف نادي هو فابرس نجومة وذهب الى فريق سيمبا التنزاني فابرس نجومة تحديدا واحد من اللاعب اللي كانوا بيتقلقوا مع فلورا في فيتا كلوب واختار سيمبا تحديدا علما بان سيمبا هيشارك فيه بطولة السوبر ليج فرقة اخرى بقى من اللي بنتبهها دايما فرقة مازمبي بتستعد هي الاخرى لبطولة السوبر ليج وبدأت تدعم الفريق بصفقات جديدة عاوز اقولكو ان فرقة مازمبي حتى الان عملت 3 صفقات قوية جابت ربح عطية لعب لبناني لعب خط وسط واول مرة نشوف يعني لعب لبناني متواجد فيه الدوري الكنغولي جابت اللعب عبدالله فوفانا متقلق وهتتفرجوا على مهاجم كبير جدا ده كان مهاجم ريال باماكو مهاجم صغير في السن ومن المهاجمين الوعادين في القارة الافريقية وكمان جابوا كيتا لعب منتخب مروشيوس عاوز اقولكو ان فيه عناصر كبيرة جدا موجودة فيه فرقة مازمبي او اسماء كبيرة لها خبرات زي اسامة موبوكو اللي كان بيلعب مع فرقة فيتا كلوب ومنتخب الكنغو الديموقراطية وكلابة خلاص يعني سنهم كبروا وتركوا مازمبي في الفترة الاخيرة موش كاتوم برئيس نادي مازمبي ما زال مصمم ان هو يدعم الفريق بصفقات جديدة عشان بطولة السوبر ليك فريق سانداونز كنت اتكلمت معاكم في الحلقة اللي فاتت ان فريق سانداونز بدأت تتفاوض مع جونيور مانديتا جونيور مانديتا واحد من اللعيبة الارجنطينيين اللي تقلقوا في البطولة المحلية في جنوب افريقيا مع فريق سانبوليش هو اللعب اللي امامنا على الشاشة وبالفعل المفاوضات انتهت وتمت واللعب وقع لسانداونز دي لقطات تقديم جونيور مانديتا مع فريق سانداونز لعب تقلق مع سانبوليش سجل عشر اهداف عمل تسعة اسست وخلاص بقى لو بنتفرج على فرقة سانداونز حلقيها بدأت تعتمد على عناصر كتيرة جدا من امريكا الجنوبية اللعب اللي امامنا على الشاشة جونيور مانديتا من الارجنتين سيرينو كلنا عارفينهم من الارجوي سيفيديرا من بوليفيا اكتر من اللعب في الفترة الاخيرة من امريكا الجنوبية تواجد في صفوف سانداونز وهم شافوا ان الصفقات اللي بتيجي من امريكا الجنوبية بتفرق مع الفريق خلينا نقول ان صفقات امريكا الجنوبية في القرى الافريقية ما بتنجحش في البلاد العربية شفنا في مصر اكتر من تجربة لم تنجح اخرهم برونو سافيو اللي ترك الاهلي وعاد الى نادي بوليفار في امريكا الجنوبية ولكن تحديدا في جنوب افريقيا اللعبة بتنجح تحديدا كمان في انجولا لو اتفرجنا على فرقة بيترو اتليتكو بيترو دولواندا هنلاقي فيها اكتر من لاعب من امريكا الجنوبية وتحديدا من البرازيل فرقة كمان حققت بقى البطولة المحلية في الجزائر هي فرقة شباب بلوزداد الدوري الجزائري كان دوري مشتعل فرقة بلوزداد مع نبيل الكوكي تقلقت افريقيا وتقلقت محليا وقدرت تحقق بطولة صعبة هي البطولة المحلية في الجزائر عاوز اقولكم ان نبيل الكوكي يعني راجل انت النهاردة نجحت وقدرت انك تحقق بطولة مع شباب بلوزداد وتاخد معهم البطولة المحلية لكن فجأة ادارة بلوزداد اقالت نبيل الكوكي مش عارفين الاسباب ايه في اقالة نبيل الكوكي المدرب التنسي اللي تقلقت مع الفريق وقدر يحقق البطولة المحلية وعاوز اقولكم من الواضح بقى كده ان البطولة الجزائرية هتشهد اقالات عدد من المدربين باتلس بومل واحد من الناس اللي بدأ بداية قوية مع مولودية الجزائر ولكنه نهى الموسم في المركز السادس وكده خلاص مفيش امال في المشاركة قريا وبدأت المشاكل تزيد بينه وبين ادارة الفريق وبينه وبين الجماهير فمن الواضح كده ان باتلس بومل سيغادر فرقة مولودية الجزائر وعاوز اقولكم ان الاسباب الحقيقية يعني من اسباب مغادرة باتلس بومل فرقة مولودية الجزائر ظهوره كمراسل في مباراة اتحاد العاصمة مام يانجا افريكانز في نهائي بتولة الكنفيدرالية هو متعاقد مع قناة فرنسية والقناة دي مع حقوق المباريات في القرية الافريقية وهو ظهر في ارض الملعب كمراسل واستضاف عبدالحق بن شيخة دي حاجة اصارت غضب فريق او جماهير وانصار مولودية الجزائر عايزين بقى نتكلم عن الفرق او المنتخبات الافريقية المنتخبات الافريقية في التصنيف التاني في تصفيات كاس العالم كل حلقة كده هنبدأ نتكلم عن المنتخبات الافريقية وازاي بتستعد لتصفيات كاس العالم وعارفين كلنا ان تصفيات كاس العالم القرعة في القرية الافريقية هتكون في ابيتجان يوم 12 من الشهر الحالي قبل اجتماع الجمعية العمومية بيوم نبدأ كده نتكلم عن اول منتخب في التصنيف التاني هو منتخب جنوب افريقيا منتخب جنوب افريقيا واحد من المنتخبات اللي بتمشي بشكل جيد جدا فيه دلوقتي في القرية الافريقية معهم مدرب بلجيكي عنده خبرات كبيرة اللي هو هو جو بروس واحد عنده في السيفي بتاعه انه هم حقق بطولة امم افريقيا قبل كده مع المنتخب الكاميروني عمل في بلجيكا فترات طويلة مع القطاعات السنية المختلفة ماشي مع فرقة جنوب افريقيا بشكل جيد وعنده لعيبة مميزة وشفنا اللقاء الاخير اللي كان امام المغرب في التصفيات وورينا قد ايه ان فرقة جنوب افريقيا فرقة قوية وممكن تنافس بشكل جيد في مرحلة التصفيات وكمان الدوري الجنوب افريقيا بدأ انه هو يكون من الدوريات القوية وبيستقطب لعيبة من امريكا الجنوبية زي كنا منتكلم عن سنداونز واللعيبة اللي بتظهر بقى مع فرقة سنداونز اللي هما بيكونوا قوام اساسي لمنتخب جنوب افريقيا حوالي 8 او 9 لعيبة في كل تجمع لفرقة جنوب افريقيا متواجدين مع منتخب جنوب افريقيا في مرحلة التصفيات المنتخب الثاني اللي هنتكلم عليه النهاردة هو منتخب اوغندا منتخب اوغندا مع ميتشو سيردوفيتش وتحس كده ان منتخب اوغندا مع ميتشو سيردوفيتش بينجح اي مدرد تاني بيجي يضرب منتخب اوغندا ما بينجحش مع منتخب اوغندا منتخب اوغندا عمل تفارات من بعد 2015 و2017 و2018 ثم هبوط في المستوى مفاجئ حتى كان فيه تقلق كبير جدا للفرق المحلية في البطولات القارية كلنا فاكرين يعني فرقة كيمبالا سيتيوم ووجهتها للفرق المصرية في البطولات القارية وكانوا بيعملوا نتائج فرقة البوليس الاوغندي هيا الاخرى واحدة من الفرق اللي ظهرت على الساحة في الفترة الاخيرة وفيه لعبة ظهرت على الساحة برضو شفنا لعبة في اوروبا شفنا دينش اونيانجو واحد كان من افضل الحراس في القارة الافريقية ميتش بقى بيحاول يعد فريق جديد ينافس في تصفيات كاس العالم في الفترة القادمة منتخب اخر من المنتخبات اللي هتشارك في التصفيات هو منتخب غانا منتخب غانا بقى مع مدرب انجليزي اللي هو كريس هاوتن كريس هاوتن كان هو المدير الرياضي لمنتخب غانا اثناء فترة كاس العالم بعد فترة كاس العالم مباشرة وبعد رحيل اوتو اودو وعودته للدوري الالماني مرة اخرى بعد قيادته المنتخب غانا في كاس العالم الاخيرة في قطر كريس هاوتن اصبح المدرب الاول لفريق او لمنتخب السنغال بدأ يستقطب لعيبة جديدة بدأت مرحلة السيطرة على منتخب غانا منتخب غانا في الفترات الاخيرة كان بيحصل فيه مشاكل داخلية بين اللعيبة كان فيه كده نجوم او قادة الفريق هما اللي بيختروا اللعيبة اللي تنضم الى الفريق لكن مع كريس هاوتن ما فيش الكلام ده عاوز لكم ان منتخب غانا في تصفيات امم افريقيا بيحتل صدارة مجموعته اللي فيها انجولا وافريقيا الوسطى ومدغشكروا بنسبة كبيرة خلاص غانا فيه بطولة الامم الافريقية القادمة في كوتيفور وهتنافس بشكل قوي جدا في تصفيات كاس العالم منتخب اخر هنتكلم عنه النهاردة هو منتخب الجابون وهو متواجد فيه التصنيف التاني في القرية الافريقية في تصفيات كاس العالم كل فرق اللي بنتكلم عنها دي من الوارد ان هي تكون مع منتخب مصر في تصفيات كاس العالم كتصنيف تاني علما ان منتخب مصر فيه التصنيف الاول منتخب الجابون بقى والاعتماد على العناصر الجديدة اللي بدأت تدخل الفريق عناصر شابة بدأ باترس نوفو يتفرج عليهم ويجيبهم للفريق عودة نجم الفريق نجم الفريق او قائد الفريق اوبوميانج اللي هو منذ سنوات النجم الاوحد فيه صفوف منتخب الجابون وبيعلن اعتذره دوليا وبيعتذر عن مبريات رئيس البلاد نفسه اتكلم مع اوبوميانج وطلب منه ان يعود مرة اخرى الى تمثيل منتخب الجابون وبالفعل عاد اوبوميانج الى تمثيل منتخب الجابون مرة اخرى ولعب اللقاء الاخير اللي كان امام كونغو ديمقراطية عاوز اقول لكم ان يعني منتخب الجابون فيه تصفيات الامم الافريقية في مجموعته في المركز التالت مجموعته اللي فيها موريتانيا بتحتلص صدارة المجموعة ب8 نقاط كونغو ديمقراطية ب7 نقاط والجابون ب7 نقاط والسودان ب6 نقاط عندهم حزوز فيه التأهل الى بطولة الامم الافريقية وبطلس نفو بيقول انا يعني بطولة تصفيات كاس العالم عندي امل كبير جدا ان انا اوصل لكاس العالم وعندي حلم ان انا اكون مدرب في كاس العالم مع الجابون وكمان اوبوميانج قال انا عودتي لمنتخب الجابون او عودتي للعب دوليا عشان اشارك فيه التصفيات وامسل منتخب بلادي وقود منتخب بلادي للعب تصفيات كاس العالم والتأهل الى تصفيات كاس العالم قرأة كاس العالم هتكون يوم 12 في ابيتجان إن شاء الله تكون مجموعة منتخب مصر مجموعة سهلة أو حتى مش هتفرق مع منتخب مصر يواجه أي فريق منتخب مصر يزل واحد من أقوى المنتخبات في القرى الأفريقية منتخب مصر تاني بطولة الأمم الأفريقية الماضية في الكاميرون أمام المنتخب السنغالي وإن شاء الله كمان نكون داخلين بطولة الأمم الأفريقية القادمة في أبيتجان منفسين عليها وعاوز أقول لكم كمان أن الاتحاد الأفريقي أعلم أن قرأة بطولة الأمم الأفريقية اللي هتكون فيه أبيجان هتكون يوم 12 أكتوبر بعد انتهاء الجولة الستة من تصفيات بطولة الأمم الأفريقية كده النهاردة تكون انتهت كل أخبارنا وكوالسنا في القارة الأفريقية استنونا في حلقة جديدة